عقدت لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمندينة صلالة اجتماعها الحادي وثمانين بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات النقدية والمالية بدول المجلس وتوصيات اللجان والفرق العاملة بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات والتقنيات المالية في مجال القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون كما ناقش الاجتماع المستجدات في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السبراني ونظام آفاق للمدفوعات الخليجية ومنصة بناء للمدفوعات العربية ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني